مجاهد رحمة الله عليه اللي توفى من يعني تقريبا من فترة قريبة جدا مدير إدارة الكورة في الاتحاد المصر كرة القدم طبعا بعد صراع مع المرض كان حريص النهاردة كابتن محمود الخطيب رئيس النادي نادي الأهلي أنه يحضر حفل التأبين وتواجد كابتن محمود الخطيب النهاردة العصر داخل مقر اتحاد الكورة زي ما حضراتكم شايفين كده كان برفقته العميد محمد مرجان المدير التنفيذ للنادي علشان يقدم واجب العزاء لأمير عزم مجاهد أمير نجل الفقيد وأيضا اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكورة برئاسة طبعا السيد عمر الجنيني دايما بيكون حريص كابتن محمود الخطيب على أنه يكون في هذه المناسبات والنهاردة في مناسبة تأبين رموز طبعا يعني واحد من رموز الرياضية المصرية المهمة في مصر رحمة الله علي الله رحمه طبعا شخصية عظيمة وشخصية يعني كان محب للجميع وكان شخصية محترمة جدا وطبعا زي ما احنا عارفين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة طبعا كابتن محمود الخطيب ما بيفوتوش هذا الواجب لأن ده واجب ومش على النادي الأهلي كل الأندية كانت موجودة لأن كابتن عزم بن جاهد الله يرحمه من الشخصيات المحترمة ربنا يرحمه وكل تعازينا ليه وليه أسرته الكريمة طبعا في طريق الإجراءات الاحترازية اللي احنا بنتكلم عليها